دائماً وأبداً تكون البداية والاستعانة والانطلاقة على بركة الله وتوفيقه ثم بجهود اللجنة العليا المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة التي تشهد هذه التحديات وهذه الانطلاقة الموفقة والسليمة بعون من الله سبحانه وتعالى انطلقة أول أشواطنا في هذا الصباح الجميل الذي يحمل في طياته اليوم الحادي عشر ويحمل في تاريخ صباحية يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر إبريل لعام 2015 لتكون حاضرة هذه الانطلاقة في آخر أيامنا بالنسبة للفترة الصباحية من مهرجان ختامي الوثبة لعام 2015 التي تحظى بهذا الاهتمام الكبير والدعم المتواصل من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والاهتمام المستمر والدعم المتواصل من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد بوظبي حفظك الله يا ابو خالد وجعلك ذخرا لنا يا رب العالمين والدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل هيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة كذلك الدعم المتواصل والحضور المستمر من سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل هيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجنة العربية الأصيلة والدعم الغير مستغرب من مؤسسة هجن الرئاسة الداعمة لرياضة الآباء والأجداد نلتقي في هذا اليوم وبهذه الشعارات التي أعلنت الانطلاقة الأولى في هذه المسافة التي نرحب بها دائما وأبدا ونلتقي في هذه اللحظات بمسافة العشرة كيلو مترات التي تعلن معها انطلاقة الكبار في هذه اللحظات نرحب بسمو الشيخ ذياب بن سيب بن محمد آل هيان فمرحبا بهذا الحضور الكريم مرحبا بحضورك سمو الشيخ ذياب بن سيب بن محمد آل هيان المتابح حفظه الله والمقدم أيضا للهجنة التي دائما ما تحمل شعاره وقدمت لنا المستويات القوية في مساء يوم الأمس عندما كان حاضرا شعاره ومنتزعا لخمسة أشوار عساها نواميس دائما ومستمرة هكذا متابعين الكرام أرحب بكل هذه الشعارات وأرحب العيون التي تراقب عبر القنوات الناقلة قناة ياس الرياضية وقناة دبي ريسينغ وقناة البداع وقناة الواحة التي لهما جزيل الشكر والتقدير لتغطيتهم المستمرة منذ أن بدأ هذا المهرجان كانت البداية في صباحية يوم السبت الثامن عشر من شهر إبريل إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم وهذا الملتقى الذي يحمل لنا أشواط القدرة وأشواط الذلل الأصائل لأصحاب السمو الشيوخ انطلق شوط العشرة كيلو مترات وشوط العشرة بسميه اليوم وليس شوط العشرة ومقدمة الشوط والمركز الأول يأتي دور ريهان مع المركز الأول لهجن الحاصفة متقدمة في هذه اللحظات وفي هذا الصباح الجميل وينطلق معنا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير في عملية التغمير لريهان المسيطرة مع المركز الأول المركز الثاني يأتي هنا دور لمعه مع المركز الثاني أيضا لحجن الحاصفة والواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير في عملية التغمير المركز الثالث ينضم هذا الاسم الكبير ليتقدم وتنطلق معنا شود شود التي تحمل لنا الذكريات الجميلة وتحمل لنا ذكريات للعشر كيلومترات وشود اسم من أساطير سباقات الهجن العربية الأصيلة صالت وجالت مع العشر كيلومترات مع شواط القدرة شود المملوكة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبع في عملية التغمير أيضا من المحاربين القدامى يتقدم مع شود المركز الرابع يأتي دور براقة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن لاحق الهاجري يتقدم بو عمر مع المركز الرابع المركز الخامس يأتي دور شعار هجن الرئاسة لتتقدم جميل ويتقدم الأجمل من ذلك الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يعرف هذه الأمتار جيدا وله إنجازات عديدة وله ماضي جميل وماضي مشرف وحاضر أقوى من ماضيه الفيلسوف يتقدم مع المركز الخامس مع جميل كما أذكر كل المشاركين والمتابعين أنهيت النداء للخمس المراكز الأولى الخمس المراكز التي تحمل في طياتها السيارات التي رصدت والدعم المستمر بأن الخمس المراكز الأولى في أشواطنا الأربعة في صباحية هذا اليوم تحمل في طياتها السيارات التي رصدت بداية مع المركز الأول حيث تحصل الفائزة على المركز الأول على السيارة الرينجروفر الحاضرة مع المركز الأول بينما المركز الثاني يحصل أيضا على سيارة من نوع ليكزز استيشن للمركز الثاني والمركز الثالث نيسان بلاتينيوم لثالث المراكز والمركز الرابع أيضا هناك الشفروليه الستيشن الحاضرة والخامس أيضا خامس المراكز سوف يكون كذلك اللاند كروزر البيك أب الحاضرة للخمس المراكز الأولى والمخرج أسام الهواري يعطينا لقطة جميلة مع أحد الكوادر لكادر قناتيات للسيارات ولصراع الأصائل أبدأ مع حضاراتكم للمركز السادسي والنداء حتى المركز العشرين لأن الجوائز مستمرة والدعم متواصل لرياضة الأباء والأجداد شكرا لأصحاب السمو الشيوخ على هذا الدعم الغير مستغرب وهذا التجمع الخليجي في عاصمة الميادين حيث نلتقي في شوطن الأول للحول وبعد ذلك للزمول لأصحاب السمو الشيوخ وبعد ذلك شوطن الثالث والرابع أيضا للذلل الأصائل وللزمول لأبناء القبائل سادس المراكز بعد أن قضينا بالنداء على الخمس المراكز الأولى يأتي دور المركز الخامس أم المركز السادس هنا الضبية تتقدم في هذه اللحظات أم الخميسة مع المركز السادس تتقدم بشعاري سمو الشيخ ذياب بن سيب بن محمد النهيان الصادق فضل الأمين اللي صدق في مواعيده في الختاميات وكان متواجدا المركز السادس أم المركز السابع الضبية لسمو الشيخ ذيب الخليفة بن سيفال النهيان يقدم أسعيد بن مبروك الوحيبي أسعيد بن مبارك الوحيبي المركز السابع الخميسة أم هنا نجدة تتقدم لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم أحمد بن علي العويسي في التضمير المركز الثامن القادمة هنا الدلمة المتواجدة في هذه اللحظات لحجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي المركز السابع أيضا ينظم إلينا في هذه اللحظات بشعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيزة السعود سعد بن طالب بن شريم مرحبا أبو طالب المقدم لشرف المشرف بهذه الحضور وبهذه المشاركة المركز التاسع القادمة حملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيدة المكتوم محمد بن سعيد بن مرشد المركز العاشر يتقدم هنا شعاري سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايدة الانحيان مع محفوظ بن خميس الجنيبي مع الشاهنية العشر المراكز الأولى قضينا منها ونستمر مع المركز الحادي عشر القادمة مفوضة لهجن الرئاسة عيسى بن سعيد الخيالي مرحبا أبو سلطان ومرحبا بقدومك في هذه اللحظات المركز الثاني عشر المتقدم هنا وبرة لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي مرحبا يا المميز مرحبا أبو أحمد المركز الثالث عشر الشاهنية لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري المركز الرابع عشر دلما تأتي في هذه اللحظات ومعهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي المركز الخامس عشر تواقى لهجن العاصفة الواذق حمد بن راشد بن اغدير المركز السادس عشر هنا غزل في هذه اللحظات لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم سلطان بسيب السلطان المقبالي المركز السابع عشر القادم في هذه اللحظات الكايدة لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي المركز الثامن عشر المتقدم حملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن سعيد بن مرشد المركز التاسع عشر القادم بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع فزع والمضمر لفزع علي بن راشد بن حمد بن اغدير أما عام حاف وعاشرا هنا من تحمل الرقم أربع أخير وملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم في التضمير والاهتمام المراكز العشرين يا بن جبرين قضينا عليها بالنداء والعودة إلى مقدمة الشوط إلى المراكز الأولى يا سلام يا سلام على هذا الصراع وعلى هذا النزاع كل هذه الأزماء التي نادينا عليها في هذا الصباح وفي النداء الأول فائز معنا بالوثبة بالجوائز والكل فائز بالمشاركة في عاصمة الميادين العودة إلى مقدمة الشوط الله يا براقة براقة مع المركز الأول والشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المنتشي أبو عمر مطر باللاحق الهاجري عمار يا أبو عمر عمار لهذا الشعار وإنجازاته القوية المركز الثاني لمعه تأتي مع المركز الثاني لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير اللي لمع بريقة مع العاصفة وهجنها مع المركز الثاني المركز الثالث الخميسة مع المركز الثالث ليسموه الشيخ دياب بن سيب بن محمدان انحيان الصادق فضل الأمين المركز الخامسة من رابع يأتي دور رحان لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير وخامسة شودة ليسموه الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبة ولكن قبح الواثقة قبح الواثقة الخمسة المراكز الأولى اللي فايزة معنا في السيارات باللاند كروزر بكب والشفرولي الستيشن والنيسان البلاتينيوم والليكززي الستيشن والرنجي روفر مع العاصفة حتى هذه اللحظة العاصفة تقدم العاصفة تهاجم أول أشواط الفترة الصباحية وأشواط القدرة ما بين الواثق ما بين المنتشي المنتشي والواثق ما بين لمعة وما بين براقة براقة ولمعة مين اللي يلمع بريقة مين اللي يلمع بريقة وصلت أيضا في هذه اللحظات مفوضة لهجن الرئاسة هي القادمة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي ولكن لمعة لمعة مع العاصفة لمعة مع المركز الأول اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة الله يا مفوضة يا مفوضة يا مفوضة بو سلطان ولكن الواثق 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 تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيف حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وللواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثاني مفوضة لهجن الرئاسة تهانينا أيضا لحيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي المركز الثالب براقة لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع مطر بن لاحق الهاجري رابع المراكز الخميسة لسمو الشيخ ذياب بن سيب بن محمد الانهيان مع الصادق فضل الأمين وخامسا وصلت في الكايدة لهجن الرئاسة مع مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي الخمس المراكز الأولى الفائزة معنا في السيارات التي رصدت لأشواط القدرة لأشواط العشرة لأشواط العشرة كيلو مترات التي عشنا معها أيام جميلة وهنا نحن نعود في هذا الحاضر الجميل من ليس له ماضي لا حاضر ولا مستقبل له رحمك الله يا زايد وأسكنك فسيح جناتها 16 دقيقة 19 ثانية جزء واحد من الثانية توقيت تهانينا لحجن العاصفة تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير على هذا الفوز والحصول على السيارة الرنجروفر 16 دقيقة 19 ثانية ثمان أجزاء من الثانية هو التوقيت من مسافة العشرة كيلومترات لمن تحمل الرقم عشرة مفوضة لحجن الرئاسة تهانينا ولعيسى بن سعيد بن عيس الخيالي أيضا على حصولها على الليكسيس الستيشن 16 دقيقة 21 وأربع أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لبراقة تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعدة المكتوم والتهانية لمطر بن لاحق الهاجري على فوز براقة في المركز الثالث وحصولها على السيارة النسان البلاتينيوم وأيضا المركز الرابع لنعلن عن رابع المراكز الخميسة لسمو الشيخ ذياب بن سيد بن محمد آلن هيان وللمضمر الصادق فضل الأمين وحصولها على السيارة منا